سبحان الله حرب التضليل والأكاذيب والخداع اللي مرسوها في مواجهة روسيا في بداية تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا وبداية الحرب الروسية الأوكرانية بدأوا يمرسوها في مواجهة أوكرانيا حصل تبادل للأدوار أوروبا بدأت تمارس الخداع والأكاذيب والأضليل في مواجهة أوكرانيا لإقناع أوكرانيا بأن احنا مستمرين معاك وبصي أوكرانيا انت عليك ان كنت تقبلي المفاوضات والمباحثات مع روسيا في سبيل ان احنا نتوصل لأي حاجة والسلام بحيث ان احنا نفض المسألة دي ونفض الحرب دي مقابل ان كنت هتنضمي للاتحاد الاوروبي بدأوا يمرسوا الاكاذيب دي على الرغم من ان الكثير من قيادات دول الاتحاد الاوروبي كشفوا الصطار عن ان كل ذلك بمثابة خداع لان عشان اوكرانيا تنضمي للاتحاد الاوروبي قدامها سنوات طويلة جدا ضاربا المثال بتركيا التي تدق ابواب الاتحاد الاوروبي منذ عقود طويلة الا انه يتم رفض عضويتها هي ودولا اخرى هو في ايه بالظلط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم معكم احمد عبدالهادي من قناة مصر اتورطوا في المستنقع الاوكراني مش عارفين يخرجوا ازاي اتورطوا ورطة سودا نجحت الولايات المتحدة الامريكية في ان هي اتورط كل دول اوروبا في قلب المستنقع الاوكراني بعض الناس بيحللوا الوضع ويقولوا ايه دا روسيا مش عارفة اساسا توقف الحرب يا جماعة دي من ضمن التعليقات اللي وصلت لقناة مصر روسيا اتورطت في المستنقع الاوكراني ومش قادرة تفض الحرب ديت ومش عارفة تخرجوا ازاي اتلهي يعني اقراه اقراه كويس جدا الكلام دا مش مزبوط بالمرة دا العكس هو الصحيح روسيا حققت الاهداف بتاعتها منذ شهر سبتمبر قبل الماضي اللي هو سبتمبر عشرين اتنين وعشرين والكلام دا قلت لحضراتكم يوم خمستاشر سبتمبر عشرين اتنين وعشرين لما نجحت روسيا في ان هي تضم لوجانسك دونسك زابروجيا خيرسون بالاضافة الى شبه جزيرة القرن قبلها ضمت الاربع مناطق ديت لروسيا عبر استفتاء تم اجراءه بشكل رسمي حوالي تسعين في المية من سكان المناطق ديت قالوا احنا موفقين نضم الروسيا فتم ضم المناطق ديت لروسيا اللي هي المناطق ايه اللي تعتبر مناطق غربية بالنسبة الروسيا ومناطق شرقية بالنسبة الاوكرانيا اللي هي تعتبر الشريط الحدودي المؤمن للاراضي الروسية هو دا اللي كان عاوزه فلادمير بوتين انا عاوز الشريط دا بحس ان هو يأمن لي الداخل الروسي ليس عدتك لان دا يعتبر بمثابة امن قومي وهو دا اللي كان بيسعاله فلادمير بوتين فلادمير بوتين حقق الهدف بتاعه في شهر سبتمبر قبل الماضي قلت لحضراتكم لحظتها كده تقدروا تقولوا ان فلادمير بوتين حقق المستهدف من الحرب بتاعته والقادم مجرد تحصيل حاصل هيحاول يطول امد الحرب لانه كلما طال امد الحرب كلما استنزف قدرات الاخر لانه هو اصبح قاعد على الارض بتاعته وما بيتحرك شيء كل ما هنالك انه هو بيدفع عن المنطقة دية واطلق التحذيرات اي كلب هيقترب من الاراضي الروسية من حقنا ان احنا نستخدم الاسلحة النووية خلصت حقق الهدف بتاعه ضم تلت الاراضي الاوكرانية لروسيا تقوم تقول لسيادتك بعبطك وهبلك لا انتو كلامكم مش مصبوط ده روسيا هي اللي تورطت في اوكرانيا طب سؤال يا جماعة دول الناتو حققت ايه سؤال اخر روسيا حققت ايه روسيا حققت المذكور سابقا دول الناتو ايه اللي حصل اللي حصل حضراتكم دول الاتحاد الاوروبي انهارت اقتصاديا خسرت كتير جدا الولايات المتحدة الامريكية عملت بيزنس على اعلى ما يكون مع اوروبا بسبب الحرب دي امريكا سابت سابت اوروبا وخلعت النتيجة اوروبا اصبحت هي اللي في مواجهة روسيا اوروبا حاليا بتعيش اسود ايامها بسبب الانهيار الاقتصادي بعد ما فرضت الكثير من حزم الاقوبات على روسيا اكتشفت ان هي اللي بلعت الطعم وهي اللي تحملت النتيجة وروسيا حققت طفرة اقتصادية غير عادية رغم الحرب دي وبناء عليه اوروبا دلوقتي مش عارفة تعمل ايه اوروبا دلوقتي قدامها حلين يقام ان هي تواصل دعمها الاوكرانيا وبالتالي هتخسرت بصفة مستمرة او ان هي تخلع بشكل سريع جدا بطريقة شيك قدام الشعوب بتاعتها تعمل ساعتك لابد من اقناع اوكرانيا بضرورة الاستسلام طب اوكرانيا مش هتستسلم اسفة جدا وطولة ما انا بحارب انتوا مضطرين ان كنتوا تدعموني ليه لان اوكرانيا لو تثابت في مواجهة روسيا وروسيا حققت انتصار عليها بقى اجتاحت العاصمة الاوكرانية كيف خلاص قربت من اوروبا طيب ايه نتيجة اصبحت اوروبا مهددة فمش عارفة تعمل ايه مفيش غير حل واحد انه لابد من اقناع اوكرانيا بمفاوضات مع روسيا وهم عارفين كويس جدا ان روسيا لن تقبل اي نوع من المفاوضات او المباحثات الا بناء على شروطها الواهية اللي احنا ذكرناها في مئات الحلقات هتخرجوا من قلب اوكرانيا اوكرانيا ستظل على الحياد كل اسلحة الناتو تتكسر تتدمر تتنيل بستين الف نيلة ما عادش لك دعوة باوكرانيا لان اوكرانيا دي تخصني انا لان دي تعتبر بمثابة امن قومي بالنسبة لي النتيجة هناك مباحثات حالية بتجرى ما بين دول الاتحاد الاوروبي وما بين اوكرانيا على اساس ان هم يقنعوا اوكرانيا بالاستسلام على حسب الشروط الروسية مقابل احنا نضم اوكرانيا لينا يعني لدول الاتحاد الاوروبي هل يترى الكلام ده هيحصل لا والله اذا ما بقولك كده مش هيحصل ازاي انك انت تضم اوكرانيا لدول الاتحاد الاوروبي ده انت كده هتشيل اتب فوق ظهرك وبالتالي غالبية دول اوروبا هيرفضوا ذلك ليه هو انا ناقص ارف عشان اجيب اوكرانيا وضمها لدول الاتحاد بحيس اشيل ارفها واقتصادها المتنيل بستين نيلة والفسادة الذي يجتاح كل مؤسسات اوكرانيا والديمقراطية الفشوش لان اوكرانيا ما عندهاش ديمقراطية ده عندها اضطهات غير عادي وعندها فساد غير عادي وبالتالي مش هقبل وبناء عليه قدامهم عقود طويلة عشان يوفق على اوكرانيا طيب اما الارسلة فوندرلاين اللي راحت اوكرانيا واجرت مباحثات مع فلاد ميرزلانيس كرئيس اوكرانيا منذ فترة قصيرة وان هي وعدت انه لابد من ضم اوكرانيا لدول الاتحاد ايه اللي بحصل ده كلام ابن عام حديد ونزلك وسائل الاعلام الغربية بتقول ايه بتتحدث عن لعبة تزاكي وخداع متبادل ما بين اوروبا واوكرانيا اوروبا بتقول يا اوكرانيا انت حبيبتنا هنضمك لينا بس انت وفق على اجراء مباحثات ومفاوضات سلام مع روسيا عشان ننتهي من ام الشغلانة دي اوكرانيا بتقول والله انا ما عنديش مانع بس تضموني الآن وفورا الاثنين بيلعبوا قصاد بعضيهم اوسط المفاوضية الاوروبية ببدء المفاوضات مع اوكرانيا بشأن الانضمام للاتحاد الاوروبي طبعا المفاوضات ديت على حسب مقالة وسائل الاعلام الغربية قد تبدأ رسميا وتستمر عقودا طويلة او قد تنتهي الى لا شيء مثال على ذلك تركيا بالنسبة لاوكرانيا فان هذه الخطوة تحمل اهمية كبيرة لانهم بيحاولوا يدعموا نفسهم ويدعموا اوكرانيا وبيغروها بعضوية الاتحاد مقابل الاستسلام امام روسيا رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور اوربان قال عاوزين تضموا اوكرانيا للاتحاد الاوروبي ازاي لمؤاخزة اوكرانيا غير مؤهلة بالمرة من جميع النواحي لبدء المفاوضات حوالين عضويتها في الاتحاد الاوروبي والكلام ده احنا قلناه مرارا وتقرارا ولا يمكن ان نسمح بضم اوكرانيا لنا نتحدث الان عن عضوية اوكرانيا في الاتحاد الاوروبي وعن الموقف من الحرب الاوكرانية الروسية وهنا يتم اتخاذ جميع القرارات الخاطئة احنا تنيلنا اتهزمنا اتزفيتنا بستين الف زفتود وما احناش عارفين نعمل ايه ورغم ذلك انتو بتعالجوا الخطأ بخطأ هو في ايه يا جماعة هو ده اللي بيحصل الكثير من الدول الاوروبية رفضة دم اوكرانيا ليها لكن مصيبة القيادات الاوروبية ان هم واقعين ما بين مطرقة الانهيار الاقتصاد وصخط شعوبهم وسندان الوضع الكارثي في قلب اوكرانيا اتورطوا دخل المستنقع الاوكراني ومش عارفين يخرجوا منه ولذلك لما تفجرت الاحداث في قلب الاراضي المحتلة ما بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وما بين الشعب الفلسطيني كل دول اوروبا طلعت جارية وزعمت ان هي بالدعم اسرائيل ولذلك هي اصبحت مشغولة باسرائيل وما عادتش مهتمة باوكرانيا لسبب بسيط للغاية يا جماعة ان اسرائيل هي الاهم لان دي قضية وجود بالنسبة للدول الغربية تماما هما ما صدقوا اتلاقوا حاجة يتلهوا فيها عشان تبرر انسحابهم من فوق الاراضي الاوكرانية النتيجة يا سادة اصبحت روسيا واوكرانيا في المواجهة بينما دول اوروبا بتحاول بقدر الامكان ان هي تخرج من هذا المأزق الغرب يعود لاغراء زيلانسكي من ضمام عاجل للاتحاد الاوروبي هذا ما يخشاه كثيرون ان طبعا لا يمكن بأي حال من الاحوال ان المسألة ديت يتوافق عليها رئيس الوزراء الهنجاري اوربان اوكرانيا غير مؤهلة لبحث عضويتها في الاتحاد الاوروبي قيادة دول الاتحاد الاوروبي تضر بشعوبها طبعا الراجل بيكشف السطار عن الوضع الكارثي اللي بيتعانيه دول الاتحاد الاوروبي ومش عاوزين يعترفوا بذلك حتى اللحظة الراهنة لكن الواقع بيؤكد ذلك اراكم على خير اشتركوا في القناة